السلام عليكم ورزاك الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك في القناة الحلقة اليوم عن مستخلص فطر الشيتاكي وهو AHCC طبعا هذا المستخلص جلت عليه تجارب كثيرا باليابان وعطى نتائج جيدة جدا له فوائد كثير هو متوفر بالاسواق مثلا بامازون وغيرها لكن المشكلة تنفق الكمية بسرعة لانه كثيرا الناس يشتروه طبعا هو فعال جدا وأثبت نجاحه بعلاج فيروس الHPV بخلال مدة قياسية من ثلاثة لأربعة أشهر إذا أخذناها هذه الحبوب هذا المكمل أخذناه بمقدار ثلاثة جرام يوميا مع الطعام أو قبل الطعام لمدة ثلاثة لأربعة أشهر فممكن أنه يقضي على هذا الفيروس ويمنع أي تحول لخلايا سرطانية سرطان الرحم أو سرطان المبيض ممكن يوقفه طبعا إلا فوائد ثانية كمان هذا المكمل أنه كمان ممكن يحسن أداء الجهاز المناعي ضد الفيروسات بشكل عام مثلا فيروسات الإنفلونزا الرشح وغيرها كمان ممكن يحسن أداء الجسم ويشفي من أمراض التهابات الكولون كمان مفيد جدا للتهابات الكولون يخفف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي بيحسن كمان متل ما أنه استجابة الجسم وبيوقف تحول خلايا لسرطان متل ما أنه المبيض وسرطان الرحم هذا شيء جيد جدا في حال ما قد نحصله من الشركة اللي أنا حطيت صورتها هلأ فممكن أنه في شركات تانية تنتج نفس المادة بس هاي الشركة بالذات عليها إقبال كبير من الناس وفيها الرفيو والأشخاص اللي اشتروا من هذا المنتج عم بيعطوا أنه يمدحوا بهذا المنتج الممكن يكون في إلو اعراض جانبية مثلا إسهال مثلا تشنوجات بالقدم مثلا وغيرها وأشخاص اللي بيعطوا مثلا أدوية للكبد أو أدوية تانية لازم يستشيروا طبيبا وشان ما يصير تعارض واللي عندهم تحسس من الفطر عندهم تحسس من أكل الفطر كمان لازم يستشير طبيبا طبعا سيت لكم فوائد كمان لعلاج التهابات الكبد كمان التهابات الكبد ممكن يفيد هذا المستخلص وهو يفيد الكبد ومتبع تقول وهو ينفوق بسرعة فهو يمكنك تشتري أي شركة تانية تنتج الهياتش العيار مثل ما قلت أنك تحتاج 3 جرام باليوم يعني إذا اشتريت 750 ميلي جرام يعني معادي تحتاج 4 حبات باليوم إذا اشتريت 500 ميلي جرام عيار 500 ميلي جرام فهو يحتاج 6 حبات باليوم لمدة 4 أشهر كل جسم حسب استجابته بعد ذلك أحيانا يلزمك 6 إلى 8 علام شكرا متابعتكم والسلام عليكم